شكراً والدبابات وحاملات الطائرات منذ الشهر الأخير من العام الماضي أعلن الفيروس الصغير بحجمه والكبير بضرره وخطورته الحرب من مدينة وهان الصينية لينتقل بسرعة إلى دول أخرى ليشمل خلال شهرين معظم دول العالم مع غياب أي علاج معروف لغاية الآن دجأت الصين وغيرها من البلدان إلى حرب نفاعية قوامها سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية المشددة لوقف نزيف الخسائر قابلها المواطنون بالتزام حيرافي بما فرضته من حضر للتجوال وغيرها من تدابير أمنية وصحية لتنجح الصين خلال فترة وجيزة في تحقيق النصر الذي اقترب لأن يكون نهائياً بعد أن وصل عداد الإصابات والوفيات إلى الصفر خلال الأيام الماضية مدام الفيروس لا يفرق بين دولة متقدمة وأخرى متأخرة بمقيس العلم والتكنولوجيا فأن الوسيلة الوحيدة لمواجهته هي التطبيق الحيرفي لكل ما يصدر من تعليمات وتحذيرات لكننا ومع شديد الأسف لاحظنا ومنذ بدء الأزمة تهاوناً كبيراً من مواطننا العراقي يصل إلى الاستهانة بالمرض وخطورته قد يتحجج البعض لتبرير ذلك أن المقارنة بدول مثل الصين واليابان غير منصفة لأنها سبقتنا في مجالة كثيرة وأصبحت الدقة والالتزام سلوكاً لدى مواطنيها وللإجابة عن ذلك نستعين بمثالين قريبين أحدهما الإمارات الدولة العربية التي تضم بالإضافة لمواطنيها رعايا لأكثر من مائة وثمانين دولة كانوا جميعاً قمة في الوعي والالتزام التجربة الأقرب جغرافياً وحتى اجتماعياً للعراق هي تجربة الأردن الشقيق الذي كان نموذجاً يحتذا به الأردن بدأ منذ الأيام الأولى للأزمة لإصدار تدابير صحية وأمنية مشددة قابلها المواطنون والوافدون بإدراك وتفهم كبيرين بحجم المسؤولية والخطر الداهمين فالمتتبع للوضع يجد شوارع عمان وغيرها والتي كانت قبل أيام زخيرة بالأهالي تخلو من الناس الذين كانوا خير عوناً لجهات الحكومية بالعودة إلى واقعنا العراقي لاحظنا وللأسف حالات من الإهمال والاستهانة بالمرض وعدم استجابة وصلت إلى حد العينات لكل ما أطلقته جهات الصحية والأمنية بل حتى عدم الأصغاء لنداءات رجال الدين والمرجعيات يا أبواتيكم إذا تقفوا على هذه الحالة والله هو المرض ينتسر بكل بيه ما يصير عملية مفجرة طب البيتك يعني تبقى بعض الزعافة باكم 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 بعيداً عن منطق التشاؤم الذي يفرضه الواقع والمعطيات فإننا أمام خطر لا يستهان به يتطلب قدراً أكبراً من الوعي لكي لا نصيل ليوم لا ينفع معه الندم سمع المصابحات لا يدفعات لا يدفعات لا يدفعات فهمونة بس فهمونة ترجمة نانسي قنقر